يبقى عندك دور قوي عندك ملاعب أنا محترم النهاردة أنا بتفرج علماتش الزماليك والإسماعيلي يا جماعة ما تقوليش أصل الجوش هيتها والجوش مش هيتها في السعودية ولا في إنجلترا ولا في فرنسا وينازلوا تلجي هناك وأنا بقولك أنت فهم قصدي لا إحنا الملاعب عندنا فيها مشكلة ودي هتلاقيها سبب رئيسي في فشل منتخب مصر آه طبعا حلوة النقطة دي آه طبعا عشان كنت تعرف برضو معلومة أن فيتوريا من طلبات اللي كان بيطلبها أنه لازم الأرضيات الملاعب تتعدل عشان هو مش عارب في قايم حتى اللعيبة يا كريم أنت بتلعب هنا اللعيبة النهاردة لعبت الزمالك والإسماعيلي بيقل وحديهم أيوة بالزرع وبيبصوا غلط ده فيه قوت اتلاحبت لأوباما وبيزيزوا وايب متر بينه وبينه أعمالها كده بره محمد صبح النهاردة محمد صبح ضربة المربع تحت رجلو طينا مش أنت النهاردة عشان نتكلم بصدق أنت عندك أستاذ القاهرة والدفاع الجوي وعندك أستاذ قانات السويس أستاذ أنا برضو سؤال أنت عملت أستاذ ما تلاقيبش على مطشاط لإيه أنا في السكة الحديدة نقلت مطشاطي أستاذ السويس سجادة أنت عندك ملاعب أنت مش مستغل لها ما هاتيه بقى على كلور الأندية مثلا يعني هاتيه تقول للنادي الإسماعيلي معلش بقى لو سمحت تبشتغب على الملعب بتاعك دوت شوية لحد ما تزبط الملعب ده لأنها راب يا الجمهور الإسماعيلي وإنه إدارة الإسماعيلي والنادي الإسماعيلي وإنتم بتحرمونا من ملعبنا وفيين تكافؤ الفرص وفيين كل الكلام اللي على فكرة مقولك شنال بس اعمل سيانة عشان تعمل سيانة أنت محتاج وقت وإنت النهاردة واقف الدوري بقى له أربعين يوم من مطشين هات بقى هات مثلا سورة المطش ده وهات سورة مطش زد مثلا والبنك الأهلي بص الفرق فيما في السادة الكاهرة طبعا انت فهم طبعا فإحنا برضو في الفين أربعة وعشرين ما ينفعش اللي خلي بالك المطش دي لا ودوري ممتاز ودوري ممتاز ومطش اعتبر مطش كبه طبعا انت فهم قزي فما تسألنيش على مستوى فني في ظل ما زعلش مني في ظل ما صعب صعب جد بس المدرب حقيقي يسا اللعب يقول له انت بسيطة الكرة كده هيقول له يا كابتن معلش يصل الملعب اللي كرة كبتنط بقولك الراجل النهاردة حتى جميز أدك أنا ما بحبش أقول أعذار بس الملعب لا يصلح أول كده في المؤتمر الصحفي هل التحدي الكرة المفروض يتدخل في هذا الأمر يعني يعمل زي مثل مكاف والففا يعملو كده انه يبقى في شروط انت كل نادي راح يوديني ملعب لازم يبقى الملعب دو كريم انت قبل ما تبدأ الدوري مستوفي الشروط انت قبل ما تبدأ الدوري بكل فرقة بيبقى لها أستاذين يعني أستاذ و أستاذ بديل انت عندك أستاذ القاهرة بتلاهب عليه خمس فرقة في الدوري الممتاز ملعب واحد على فكرة هيستهلك برضو هيستهلك هيبقى قرع كمان مثلاً شهر ثلاثة هتلاقيهم أنا بكلمك بجد أستاذ مش عارف السلام كان أحسن من أحسن بتاع تحتفرغ على السلام السلام الوقتي وفي حاجة اسمها بزرة شتوية وفي حاجة بزرة يعني فيه أستاذات بره بيغيروا بمشيتها الخش بيشيلوا النجلة دي ويركبوا النجلة دي ببساطة للأسف إحنا ممكن عندنا هنا لسه أستاذنا وصلتاشا يعني بعض الأستاذنا وصلتاشا اللي في حاجة اسمها زرع على سيفر عارفين والله عارفين؟ طب يعملوا بقى يعني هما دايما كل ما بسأل يقول لك البيزرش تور أنا بيتعرر حافظ أنا البيزرش تور بيتعر بيتعر في أستاذ القاهرة بسه والدفاع الجوي لا وقدم بنعرف نعدل وبنعرف نصلح يعني مثلا أنت ممكن زي بتقول كده ممكن نجهل العلم اللي يخينا نعمل ده بس احنا عارفينه هو الدليل ان احنا عندنا عملوا عملوا طيب